موسيقى بالنسبة لإزالة التاتو أو الواشم طبعا معروف التاتو عند كتير من الناس وانتشر في الحقيقة الفترة الأخيرة الجدل حول موضوع التاتو ده أو الواشم بسبب أن نحن بقينا نلاقي بعض الشباب أو بعض الفتيات بيقوموا بوضع هذا التاتو الواشم طبعا هي مجرد عبارة عن رسومات أو كلام بيتم نقشها على الجلد الواشم أو التاتو طبعا ده نوع معين من الحبر بيستخدم كإجراء تجميلي أو كعملية تجميلية لرسم شكل معين أو كتابة نصوص معينة على الجلد في جسم الإنسان طيب امت بيلجأ الشخص للتاتو أو الواشم؟ بيلجأ لي كإجراء تجميلي زي بعض النساء بيستخدموه في رسم الحواجب أو في تلوين الشفاء بلون معين أو رسم خط كحل على العين أو في التاتو الطبي التاتو الطبي ده بيستخدم في إعادة رسم حلمة السادي بعد عملية استقصال السادي كما إن في بعض الحالات الطبية بعض المرضى الأطباء بيعملو له تاتو كعلامة معينة عند إصابة المريض ده بمرض معين عشان العلامة دي تقدر تميز هذا المريض لما يتعرض على أي طبيب فبيعرف إن العلامة دي معناها إن المريض ده مريض بكذا من غير ما يحتاج إنه يسأل المريض أو يطلب منه معلومات إضافية إحنا بنتكلم عن في فيديو النهاردة عن عملية إزالة أو التخلص من رسومات الوشم أو التاتو عملية إزالة الوشم هي عملية طبية أيضا يجب أن تتم تحت إشرف طبيب وبرعاية طبية بيتم فيها التخلص من التاتو وتستخدم فيها تقنيات وأساليب مختلفة طبعا عملية إزالة الوشم عملية صعبة ليست سهلة لأن الحبر المستخدم في عمل الوشم بيتم حقنه داخل طبقات الجلد بعمق وبالتالي الوشم ده مش بيبقى وشم سطحي إنما بيبقى وشم عميق في داخل طبقات وإنسجة الجلد طبعا مع العلم إن في بعض اللي بيسموها في وشم نوع طالع من الوشم اللي هو الوشم السطحي اللي بيقدر يتمسح أو بيتغسل بمحلول معين أو بصابون وبيخرج يعني بيختفي إنما إحنا بنتكلم عن الوشم الدائم اللي بيتم فيه استخدام محاقن خاصة وأدوات خاصة بها إبرة بتقوم بحقن الحبر داخل طبقات الجلد إذن عملية إزالة الوشم أو التاتو عملية معقدة وعملية صعبة نظرا لأن تم حقن الحبر في طبقات عميقة من الجلد طيب إيه الأسباب اللي ممكن تخلي الشخص يشيل الوشم أولا يعني من أبسط هذه الأسباب إن الشخص لم يعود يريد هذا الوشم واحد كان وشم جسمه بوشم معين وخلاص ما عادش عاوز الرسمة دي أو الكلام ده فعايز يشيله يبقى ده سبب من الأسباب من أسباب أيضا اللي بتدفع بعض الأشخاص لإزالة الوشم هو تغير لون الوشم أحيانا بعض أنواع الأوشام مع طول استخدامها أو طول مدة بقاءة في الجسم بيتغير لون الوشم فممكن يصبح أكثر بهتانا لونه يفتح شوية ما عادش واضح أكتر فده يضطر الشخص إلى إزالة الوشم كمان من أسباب إزالة الوشم أسباب صحية زي حدوث بعض المضعفات زي الالتهابات للشخص اللي هو عامل وشم طبعا احنا بنأكد ومعروف أن الدين الإسلامي الحنيف نهى عن عمل الوشم وطبعا الوشم ده كان في الجاهلية بيستخدم أكتر كان يعني بيستخدموه الناس زمان في الجاهلية قبل الإسلام وكان أيضا جزء كبير من الوشم بيتم عمله للحيوانات لتمييز الحيوانات في الأماكن اللي هي بتعيش فيها وطبعا جاء الإسلام ونهى عن ذلك لأنه بيعتبر تشويه لخلقة ربنا اللي هو ربنا قال عنها ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فبتلوين الإنسان لجسمه أو لجلده ده بيغير من الهيئة أو الصورة اللي ربنا خلق عليها وبالتالي بيعد هذا أمر محرم هناك طبعا برضو ملحوظة عايزين ننبه لها ونشير لها أن من الأسباب الصحية أو من الأضرار الصحية اللي بيسببها الوشم وبناء علي نبغي إزالته حدوث التهابات الموضعية في مكان الوشم كمان يكفيك أنك تعرف أن بعض أنواع الفحوصات الطبية وخاصة الفحوصات اللي بتستخدم طاقة كهرومغناطيسية عالية زي فحص الرنين المغناطيسي التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير بالأشعة المقطعية لأنها بتستخدم نفس المجال الكهرومغناطيسي بتتفاعل مع الوشم لأن الأحبار أو الحبر المستخدم في عمل الوشمات بيبقى داخل فيه برادة الحديد وجهاز التصوير الرنين المغناطيسي أو جهاز الأشعة المقطعية هو فيه مغناطيس أشعة كهرومغناطيسية فبتقوم بانتزاع هذا الحبر بقوة من داخل جلد المريض وبالتالي بطبعا جلد المريض بيصبح بحر من الدماء أثناء خروج هذه لأن طاقة أجهزة التصوير طاقة عالية جدا ولذلك الأطباء بينتبه لهذه النقطة لو فيه مريض وهيتعمله فحص أشعة مقطعية أو رنين المغناطيسي وعنده وشم في مكان في جسمه بيقوم الأطباء بمحاولة إزالة هذا الوشم قبل إدخال المريض لهذا الجهاز للفحص لأن المريض ممكن يتعرض لنزيف وألم شديد ننتقل للطرق المستخدمة في إزالة الوشم أول طريقة هي طريقة الكيميائية أو ما يعرض بالتخشير الكيميائي وفي الطريقة الكيميائية يتم استخدام أحماض كيميائية الأحماض الكيميائية دي بيتم استخدامها موضعيا على الجلد بتقوم بإزابة الطبقات الخارجية من الجلد وصولا إلى الحبر إلى النسيج أو الطبقة العميقة اللي فيها حبر وبالتالي تقوم بتفتيت جزيئات الحبر والتخلص منها يعني التقشير الكيميائي ده غالبا ما بيكونش مؤلم لأن الأحماض المستخدمة بتكون إلى حد ما بيتحملها جسم الإنسان ولكن التقشير الكيميائي ده بيتم على فترة زمنية فبيسيب مكان الطبيب مكان المنطقة اللي هو قام بعملات التقشير الكيميائي فيها الجرح مفتوح فبالتالي بيبقى على المريض أو هذا الشخص أنه يراعي هذا الجرح يعقمه دايما يطهره دايما عشان ما يتعرضش لأي تلوث كمان ممكن ياخد مضادات حيوي عشان ما يحصلوش أي التهاب أو مضاعفات ممكن فترة التقشير الكيميائي بتستغرق حوالي سبعة أيام الطريقة الثانية المستخدمة في إزالة الوشم أو التاتو هي ما يعرف بتسحيج الجلد تسحيج الجلد يعني في هذه العملية لازم المريض يتم تخدير موضعي للمنطقة اللي احنا هنعمل بها التسحيج لأن التسحيج ده من اسمه سحجات والسحجة هي حاجة زي الكادمة حاجة زي الضغط على طبقات الجلد بيستخدم فيها الطبيب جهاز جهاز له رأس دوارة جهاز بيعمل فيبريشن أو دوران سريع وبالدوران ده بيعمل زي صنفرة للجلد يعني نقدر نقول على جهاز السحجات ده اسمه جهاز صنفرة للجلد كأننا بنصنفر جلد المريض الصنفرة دي بنعد نصنفر طبقات الجلد إلى أن نصل إلى الجلد العميق الطبقة العميقة اللي فيها أنسجة الوشم أو التاتو وبيتم تفتتها والتخلص منها طبعا المريض بيحس بألم في هذه التقنية ولذلك يتم استخدام مخدر موضعي فترة العلاج في تسحيج الجلد بتستغرق من سبعين لثلاث أسابيع يعني هي أطول من التقشير الكيميائي التقنية الثالثة المستخدام في إزالة التاتو أو الوشم هي استخدام الليزر استخدام الليزر الطبيب بيستخدم أشعة الليزر عالية الكسافة بتعمل على تفتيت جزيئات الجلد عفوا بيتم تفتيت جزيئات الحبر بأشعة الليزر دون التأثير على أنسجة الجلد المحيطة الليزر يعتبر أمان ولكن بيبقى مكلف بعض الشيء كمان لما أشعة الليزر بتفتت جزيئات الحبر بيبقى سهل على الجهاز المناعي في جسم الإنسان التخلص من الأجزاء المطبقية من الحبر المستخدم في الوشم ولكن طبعا ده بيعمل بعض ردود فعل مناعية وتحسسية بعد كده في الجلد جلسات الليزر المريض بيحتاج حوالي من أربع لتمن جلسات بفاصل زمني حوالي من أربع لستة أسابيع بين كل جلستين هي أكثر الطرق أمانا وفعالية ولكن ممكن تكون مكلفة شوية الطريقة الرابعة المستخدمة في إزالة الوشم أو التاتو هي المراهم ودي انتشرت في الفترة الأخيرة مزاعم بأن في مراهم بتقدر أنها تشيل الوشم وطبعا الطريقة دي مش فعالة وكثير من الأطباء اعترضوا على هذه الطريقة لأن يعني صعب شوية أن في مراهم تضعوا على الجلد يقدر يخترق الجلد وصولا للطبقات العميقة عشان يشيل الحبر إنما المراهم دي بتنفع في حالة الوشم الخارجي اللي بيبقى على طبقة السطحة الخارجية وليس اللي بيتم استخدام محاقن فيه بعمق وإبرة إلى داخل الجلد إذن طريقة المراهم الأطباء ما بيحب زهاش لأنها بتعمل إضرار بالبشرة والفعالية بتاعتها غير مجدية في حالة التاتو الدائم أو العميق كمان بعض المراهم بتسبب حساسية وتهيوجات للجلد وندبات ولذلك لا يفضل لجوء لهذه الطريقة الطريقة الأخيرة المستخدمة في إزالة التاتوء أو الوشم هي الجراحة والجراحة دي بيلجأ لها الطبيب في حال فشل الطرق السابقة أو صعوبة عمل الطرق السابقة أو عدم رغبة المريض أو الشخص بإجراءة الطرق السابقة طريقة الجراحة بيتم فيها طبعا هي طريقة تجملية لأن الطبيب بيقوم باستقصال الجلد باستقصال لمنطقة الجلد اللي فيها التاتو طبعا يعني بيتنفع هذه الطريقة في المساحات الوسعة يعني لو حد عامل على جزء كبير منطقة كبيرة من الجسم وطبعا لازم ننتبه لأن في هذه العملية يتم تخدير الشخص اللي هيتم إزالة الوشم للمريض طبعا الجراحة لازم يتم تخدير المريض لأن احنا بنعمل عملية استقصال لأنسجة الجلد إزان هيكون فيه قطع واستقصال للأنسجة إزان يجب أن يتم التخدير طبعا بيبقى فيه جرح بيستدعي الخياطة الطبيب بعد ما بيخلص عماية بيقوم بتقطيب أو خياطة الجرح وإغلاقه والمريض بيتعافى بسرعة حوالي أسبوع طبعا مع أخذ العلاجات والالتزام بنصائح الطبيب وممكن من عيوب الجراحة أن هي ممكن تسبب بعض الندبات في صورة خطوط رفيعة ولكن ممكن الندبات دي تختفي مع الوقت أو يمكن استخدام بعض منتجات التجميل اللي بتشيل أثار الجروح طبعا بنأكد تاني على أن احنا ما بندعوش لعمل مثل هذه الأمور لأنها من الأمور غير المحببة طبعا لا أخلاقيا ولا دينيا وكمان بنأكد على أن الواشم أو الأدوات المستخدمة في الواشم بطبعا ثابت طبيا أن تنقل العديد من الأمراض وخاصة أمراض الكابد الوبائي وبعض الأمراض المعدية ذات الخطورة العالية نتيجة استخدام الإبر والمحاقن من شخص لشخص أو حتى لو يعني المكان اللي بيقدم الخدمة دي أم بتعقيم هذه الأدوات ما بيقدرش يعقمها بفعالية لأن مش هيغير الجهاز أو الإبرة من مريض لمريض لأنها بتبقى أدوات مكلفة جدا وبييتم حدوث نزيف وسيلان الدم أثناء عمل هذا الواشم فبالتالي بننصح يعني جميع المشاهدين بتجنب هذا الأمر واللي عنده أصلا واشم بننصح أنه سرعة التخلص منه يعني بأقرب وقت ممكن إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب الاشتراك في القناة تفعيل زر أو جرس التنبيهات على كل الفيديوهات عشان يصلك كل جديد بنقدمه لحضراتكم ونتمنى السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله في فيديو جديد وموضوع جديد